السلام عليكم واني زنوبية مبغداد ارحب بكم قناتي زنوبية تشنال وحبتي اليوم اعرفكم على انواع الحمر ومحددات الشفايف اللي جربتها واللي عجبتني واللي انصحكم بيها فتابقوا ويايا الريفيو حتى تتعرف اليوم بنات حبيت اعرفكم على انواع الحمر اللي جربتها واللي عجبتني واللي انصحكم بيها وعلى الانواع اللي جربتها وما عجبتني وما انصحكم بيها وهميا رح نتعرف على محددات الشفايف اللي عندي ورح أحشي عن طريقة تثبيت الحمرة بحيث تبقى الحمرة ثابتة طول اليوم حتى لو أكلت وشربت 100 مرة الحمرة ثابتة متروح فرح أبدأ سريعا رح نحشي أول مرة عن محددات الشفايف وهميا قبل أبدي هميا رح نحشي عن الأسعار والدرجات هميا درجات الألوان الموجودة عندي فرح أبدأ بمحددات الشفايف عندي هذا اللي هو من ليدي لولا هذه الماركة هذه اللي يدي لولا بنات أخذتها من بوث موجود ببول بغداد يعني كان أكوه موجود البوث بس بعدين البوث عزل وهميا أخذت من عندها هذه الحمار من دالي للأسف البوث هذا عزل وتحسفت أنه أنا ما أخذت منها بعض منتجات لأنه شفت أنه هذه المنتجات كل زيانة المهم أنه هذه الدرجة الأولى الموجودة عندي هذا اللون طبعا أنا هنا عندي اللون لأنه عدت التصوير فمسحته فبقى ثابت هتتعرفون هو هذا اللون نفسه بس أنا عدت التصوير تلاحظون أنه هو ثابت يعني يبقى ثابت وما يروح فهذه هي الدرجة مالته وهنانا بعد ما مسحته هذه من ليدي لولا كلش حلو هذا بنات بالأصل هو مو محدد شفايف وممكن تستعملينه كتحديد بس هو بالأصل أنا اعتبره كونتور للشفة يعني أنت أنا هذا شون الأسوي بي أخلي كتحديد بس هو ينطيني كبر للشفايف لأنه نفس دون الشفة فينطيته كبير للشفايف ممكن تستعملينه على الأساس أو كتحديد اللي عجبتش يعني تستعملينه عندي هذه الأنواع الباقية هذا عندي من فلور مار أنا هذا يعني تحديد فلور مار معروف سعر ألف دينار بس أنا هذه ما اشتريته هذا أجاني وهي بوكس فلور مار أنا صلعت فتح صندوق فلور مار راح أترك لكم الفيديو بالآي كارد أو بصندوق الوصف حتى تشوفونه إذا حبيتوا تعرفون شنية المنتجات عندي هذا من كيس بيوتي هذا التحديد همين حلو التحديد هذا همين حلو من كيس بيوتي على فكرة بنات أذر بيوتي وكيس بيوتي هي منتجات يعني مركات يعني هي مو تقليد وإنما هي ماركات يعني فعادي ممكن تستخدمي من عندها منتجات عندي هذا من قوش هذا همين التحديد لونة كلش حلو من قوش وطري يعني وهي هذه التحديد حلوة ثابتة على الشفايف لأنه هي حتى إذا أكلتي أو شربتي يعني هي تصير على حدود الشفة ما تتأثر وتبقى ثابتة والأنواع هذه كلها زيانة يعني إذا أخذت النوعية بيها فأنتي الأنواع هذه حلوة وراح تحبيها هذه بالنسبة إلى تحديد الشفايف أنا رح أحكي عن الأنواع الحمر اللي ما عجبتني واللي أشوف أداءها ضعيف يعني سواء بالثبات أو باللون عندي هذه الحمر أبدأ بحمرة وايكون أنا طلعتها في ريفيو عن متجات وايكون رح أترك الريفيو بالآي كارد أو بصندوق الوصف حتى تشوفوها الحمراء هذه حلوة هي يعني كلون كدرجة حلوة هي الحمراء بس الثبات ضعيف مالتها للأسف طبعا هي الفل كبر بنات التقطية مالتها فل كبر لأن الحمر هي بيها الحمر هميا بيها اللي تكون التقطية شفافة اللي تكون تقطية متوسطة اللي تكون التقطية فل كبر فهذه التقطية مالتها فل حلوة كل شيء الحمراء بس الثبات ضعيف فيعني انت حرة طبعا اذا عجبك انه انت تجر بيها اخذيها حبيتي اللون اخذيها اذا تريدين حمرة ثابتة فيعني ما انصحش بيها عندي هذه الحمرة من بريتي همين حتشيت عليها اكثر من مرة هذه التغطية مالتها متوسطة هذه الثبات مالتها مهل قد يعني ثباتها ضعيف عندي هذه الحمرة من فلور مار هذه همين اجتني ويا بوكس فلور مار هذه التغطية مالتها متوسطة والثبات الثبات ضعيف يعني انا ما عجبتني هذه الحمرة هذه الحمر اذا حبيتي اللون مالتها اخذيها عادي يعني بس هي كثبات يعني ثباتها متوسط ما اشوف انه الثبات قوي مالتها يعني هذه الدرجات والالوان بالنسبة للأسعار انا قلت لكم هاي سعرها يمكن 8000 اصور سعرها 8800 هذه سعرها اتصور 4000 هذه ما اعرف السعر لاني جتني وهي بوكس فلور مار فما اعرف سعرها بالضبط قبل لا اكمل وننتقل الى الحمر الباقية اريد اوضح طريقة تثبيت احمر الشفاء بحيث يبقى ثابت طول اليوم طبعا اكون عدة طرق منتشرة على اليوتيوب منها انه انه انت تبدين بالتحديد يعني تبدين تملين الشفاء بالتحديد او انه انت تخلين باودر او تخلين فوندياشن هذه كلها طرق منتشرة انا ما اسويها انا عندي طريقتي الخاصة بياس راح اشرح لكم عنها قبل الا ابدي بالحمر الباقية الطريقة بوساطة هو انه انت ما تستعملين مرتب شفايف مرتب شفايف هذا ما تستعملينه حتى بالطريقة العادية يعني حتى ما تجين تخلين احمر الشفايف يعني الحمرة لا تستعملين مرتب قبلها لانه ما راح تثبت ابدا حتى لو هي الحمرة ثابتة وتجين تخلين مرتب قبلها ما راح تثبت فاذا مرتب الشفايف هذا انسي الطريقة شنو ان انت تاخذين حمرة يعني عندش مثلا هذه الحمرة اللي هي من جولد الروز تكون بيها نسبة ترطيب عالية فتاخذين هذه الحمرة هذه الحمرة تعمل عمل مرطب الشفايف فأنت هي تستعمليها كمرطب تبدين بعدين تخلين فوقها حمرة ثانية نفس اللون يعني أنت عندش حمرة ثانية تريدين تخليها فتخلينها فوقها هذه تصير مرطب وبيه لون والحمرة الثانية هي الحمرة اللي أنت تحبيها فحتى إذا أكلتي وشربتي وراحت الحمرة الثانية هذه الحمراء راح تبقى جواها اللون راح يبقى جواها بحيث انه هي تبقى ثابتة طول اليوم فحتى لو اكلتي شربتي مرتينت لث مرات الحمراء ما راح تروح من الشفة جربوا هذه الطريقة راح تعجبكم وراح تحبوها اكثر من الطرق الباقية لانه مرات بنات الشفة تصير بيها تشققات او ناشفة فما تجيين تخلين تحديد فوقها او باودر او شي تبين هذه العيوب بزيادة اذا خليتي هذه الحمراء مرتبة هم لون وهم ترطيب بنفس الوقت فهذه هي طريقة طريقة يعاني بتثبيت الحمراء بحيث انه هي تبقى ثابتة هسا راح نكمل الروبيو راح اعرفكم على انواع الحمر اللي جربتها واللي شفت انه هي تبقى ثابتة حتى لما اكل او اشرب الحمراء تبقى ثابتة متروح راح ابدأ بهذه الحمر من دالي هذه الحمر بنات سعر القطعة 3000 دينار الحمراء هذه اخذتها من بوث بوث موجود بمؤل بغداد هو كان موجود للأسف يعني عزله هذا بيه منتجات دالي بحيث اني من جربت الحمر هذه وشفت الثبات مالته اتحسفت انه اني ما رجعت اخذت من عدهم بعض منتجات ان شاء الله اذا شفت بعد منتجات من عدهم جديدة راح اشتري وحسوي لكم عنها ربيوهات راح اراويكم الدرجات مالتها وراح نكمل الكلام عنها عندي هذه الحمراء اللي هي درجتها 10-11 هذه الحمراء درجتها 10-11 هذه هي الحمراء الدرجة مالتها وعندي الحمراء الثانية درجتها 10-13 هذه درجتها 10-13 خلي اراويكم اللون طبعا بنات بوع اللون اول شي اللون مالتها الحمراء في الكبر اللون مالتها الشي الحلو بيها تلاحظون ان الحمراء نفس اللون يعني اللون هذا اللي على الحمراء هنا نفسه اللون اللي هنا اكو انواع حمر موجودة بالاسواق منستجين تسويين نسواش الها حتى تشوفين الدرجة تلاحظين ان اللون يختلف عن اللون الموجود القلم يعني يختلف عن لون القلم الحمراء نفسه فهذه الشغلة هميا ننتبهوا عليها تلاحظون هذه الحمراء كلش حلوة هذه الحمر مرتبة للشفاء وتبقى ثابتة مع الاكل والشرب فهي أنا كلش حبيتها سعرها 3000 القطعة سعرها 3000 يعني رخيصة وحلوة والألوان كلش حلوة والوان مضبوط يعني الألوان مضبوطة يعني كأنما أنا ما أخذ حمرة غالية يعني من الألوان الغالية أنا أقدر أعتبرها هذه بديلة عن حمر ميبيلين هسرح رويكم الحمر أقدر أعتبرها بديلة عنها وبديل رخيص جدا ومتوفر بالأسواق كلش حلوة وثابتة بالأكل والشرب طبعا هذه الحمر اللي رح نحكي عنها مثل ما قلت ما تخلين قبلها مرتب للشفايف هذا هو الشرط اللي يخلي الحمر تبقى ثابتة طول اليوم بما أنه إحنا نحكينا عن حمر دالي فخلي نحكي عن حمر ميبيلين الثابتة والحلوة عندي هذه الدرجة هذه الدرجة من ميبيلين تلاحظون نفس اللون يعني لاحظوا نفس اللون يعني أنا قلت لكم هي بديلة عن حمر ميبيلين طبعا حمر ميبيلين ملات وعندي هذه الدرجة هميا وعندي هذه الدرجة هاي شوية حبة تختلف عندي هذه الدرجة هميا هي شوية حبة تختلف عن هذه بس مع ذلك الألوان متشابهة مثل ما داشوفون هذه الحمر ميبيلين معروفة حمر ميبيلين معروفة بالثبات يعني أكثر حمر ثابتة بالأسواق هي حمر ميبيلين فهذه الحمر هميا تبقى ثابتة طول اليوم رح أكتب لكم الدرجات تظهر على الشاشة لأن ورائح الأرقام تكون نعمة فصعب يعني فرح أتركها تظهر على الشاشة هذه الحمر همين مابيلين حلوة ونعمة على الشفايف وبيها ترطيب على فكرة هي هذه الأنواع الموجودة عندي كلها مطفية بس مو مطفية الناشفة لأن المطفية الناشفة تنشف الشفايف وأنا ما أحبها فرح تشوفون أن هي مطفية بس مو المطفية الناشفة فهذه الحمر حلوة أنا أخذتها كان عليها تخفيضات أخذتها سعر القطعة 3000 يعني هذه الحمر كان عليها تخفيض فكان سعرها 3000 أو هي تشبه الحدود تقريبا كلش حلوة حمر ميبلين ومعروفة عندي هذه الحمر من ريميل هذه الحمر سوتها ريميل بالتعاون مع عرضة الأزياء المعروفة كيتموس هذه الحمر بنات عندي هذه الحمرة كلش حلوة من ريميل الحمرة هذه كلش حلوة في الكبر وثابتة جدا بالأكل والشرب ثابتة جدا يعني هذه حلوة كلش هذه جابتها من الأمازون ما أذكر السعر بالضبط جابتها من زمان يعني من الأمازون هذه الحمرة يمكن هي بحدود يعني تطلع بحدود 11 ألف تصور 11 ألف أو 12 ألف عندي هذه الحمرة أنا أخذتها من أربيل سعرها 11 ألف بس هذه الحمرة ما عجبتني هي هميا يعني نفس اللاين كيتموس بس ما عجبتني هذه الحمرة لأنه التقطية مالتها متوسطة يعني تقطيتها خفيفة ممثل هاي التقطية التقطية خفيفة واللون مالتها هي صح اللون حلو بس يطلع عبالك مرقة على الشفة عبالك أنا خليها مرقة ما حبيتها هذه الحمرة وهي مورخيصة سعرها 11 ألف يعني ما حبيتها عندي همين هذه الحمرة من كاتريز كلش حلوة هذه الحمرة أنا كلش أحب ملمس الحمرة على الشفة هذه هي اللون مالتها الملمس مالتها كلش ناعم على الشفة هي طبعا مطفية ملمسها ناعم وحلوة سعرها 6 ألف دينار يعني هي رخيصة سعرها مقبول 6 ألف دينار وثابتة وحلوة الملمس مالتها كلش طريع على الشفة يعني من أخليها كلش مريحة على الشفة فهذه هي هذه هي الدرجة مالتها أو اللاين مالتها ومعروفة كاتريز حمرة حلوة كاتريز بس أنا أكو هواية حمرة بالأسواق راح أجربها أجيب أنواع أخرى وأجربها حتى أسوي لكم رفيو عنها بالنسبة لحمر فلور مار هذه الحمرة بنات أنا من أخذت بوكس فلور مار أخذتها لأنه هي كان يعني أشتري حمرة ب10 ألف سعرها 10 ألف أشتري الحمرة وأخذ البوكس مال فلور مار فرح أترك لكم الريفيو مالة البوكس بالآي كارد أو بصندوق الوصف حتى تشوفونا هذه الحمرة اللي أخذتها رح أراويكم الدرجة مالتها الدرجة الحمرة من فلور مار هذه الحمرة طبعا هي الدرجة مالتها قوية ماروني قوية فل كفر الحمرة هذه حلوة كلش ثبات مالتها ممتاز الثبات مالتها كلش حلو هذه هي الثبات مالتها كلش حلو بس الشغلة اللي بيها أنه أنا ما أقدر أخذها من يعني أخذها من هذه الفرشة مالتها وأخليها لازم أوزعها بفرشة فرشة مالت يعني توزيع حمرة لأنه هي ممكن إذا أخليها بالفرشة مالتها تكتل عندي فأني دي دائما أوزعها بفرشة على الشفة لأنه إذا أخليها رأسا تكتل عندي ممكن هذا الشي الوحيد اللي بيها أنا اللي ما أحبه بس عموما الحمرة كلش ثابتة وحلوة عندي هذه الحمرة هميا اللي جتني بالبوكس أنا هذه الحمرة ما استعملتها لأنه هي اللون مالتها أنا اللون الوردي هذا ما يناسبني فتركتها ما استعملتها هسا رح أحكي لكم عن حمر جولد الروز هذه الحمر ممتازة الأنواع الحمر هذي كل الزيانة هذي حمر جولد الروز كل الزيانة هذي الحمر هذي بنات الحمر الأنواع هذني أنا حكيت عنه الحمر هذي بس رح أرجع أحتي مرة ثانية هذي الحمر بيها نسبة ترطيب عالية هذي الحمر بيها نسبة ترطيب عالية والثبات مالتها ممتاز السعر مالتها أتصور هذي القطعة بأربعة آلاف هذي أربعة آلاف يعني قطعة بربعة آلاف وعندي هذه ستة آلاف هذه ستة آلاف هسأ رح أعرفكم عليها هذه هذه الحمر بنات بها نسبة ترطيب عالية فإذا شفت تشبيهها تشققات أو تحبين يعني الترطيب للشفة وحسب الطريقة اللي شرحناها بتثبيت الحمرة فأخذي هذه الحمر كلش حلوة هذه الحمر والترطيب عالي والثبات مالتها عالي فهذه الحمر هسأ رح أراويكم الدرجات مالتها تلاحظون أني الدرجات اللي أجيبها متشابهة هذه الدرجات شوية تلاحظون هي متشابهة لأنه أنا الشفايفي بيها لون فهذه الدرجات الحمر اللي هي من قولد الروز كلش حلوة الحمر هذي أنا كلش عجبتني يعني شلون حاجة رخيصة وبنفس الوقت سينة فهذه حمر قولد الروز كلش ثابته عندي هذه الحمر من قولد الروز هاي سعرها ستة آلاف هذي فتشي اختراع من قولد الروز لأنه هي اسمها لب ماركر لب ماركر اسمها هذي هي طبعا مطفية كلش ثابته هذه الحمر يعني ثبات مالتها فضيع إذا هسأ أخلي من عدة سواج على إيدي بعد ما يروح فاديومين حتى لو أغسل إيدي فاديومين ميروح راح أراويكم السواج مالتها هي طبعا تصير ماركر هذي هي تصير مثل القلم الماركر وممكن تستعمليها كتحديد كلش ثابته كتحديد عادي جدا يعني راح تكون جدا مناسبة راح أسوي لكم السواج هنا هذي الحمراء هذا اللون مالتها كلش حلو اللون واللون كلش حلو راقي يعني فهذا هو اللون مالتها هي طبعا بيها فيتامينات للشفة وما كاتبين عليها أنه هي بيها فيتامينات وكاتبين عليها أنه هي مختبرة طبيا بيها جل الصبار وبيها فيتامين إي مختبرة طبيا كاتبين عليها أنه هي سمج بروف يعني مثل الطخ وكس بروف يعني هي ثابتة جدا متروح فهذه الحمراء يعني كلش حلوة طبعا هذه هسة أنا حتى إذا أغسل إيدي تبقى ثابتة متروح تقدرين تستعمليها كحمراء وتقدرين تخلين قبلها ترطيب هي تنطيلون يعني هي ما تنطي ترطيب قوي تنطيلون للشفة فتقدرين تخلين قبلها ترطيب أو أنه تحطين قبلها وحدة من هاي الحمر اللي رايحتش بس الثبات مالتها مال مناسبات يعني هذي تخليها بوحدها ثابتة متروح أثبت حمراء استعملتها لحد الآن مثل ما قلت لكم مال مناسبات اللون كلش حلو ها مثل ما تشوفوها اللون كلش حلو وبها درجات وألوان فالحمرة هذي من جولدروز أثبت حمراء استعملتها لحد الآن عندي هذي الحمر الباقية هذي بنات اللي هي من إيفر بيوتي هذي من إيفر بيوتي على فكرة إيفر بيوتي حمرها كلش حلوة يعني تلاحظون هذي اللون لونها هذي بيها شوية لمعاه من إيفر بيوتي كلش حلوة حمر إيفر بيوتي يعني إذا شفتوها أخذوها عادي هذي عندي هميا من عدها بس هذي أنا بوكتها أخذتها لأنه أخذتها بوكتها لأنه كنت ترايد لون لون كخافي عيوب يعني هذي الحمراء كنت أخذتها من زمان على مود أخلطها ويا كونسيلر ما كانت منتشر الكورركتر اللي موجود هسا منتشر ما كان منتشر فأني كنت أستخدمها ككورركتر حلو هو لون برتقالي فماذا تشوفون عندي هذي الحمر اللي هي تقليد ماك هذي الحمر تقليد ماك طبعا هذي الحمر هميا حلوة بس أنا هذي الدرجات ما أخليها هسا تقليد ماك هميا حلوة يعني هذي الألوان الدرجات هذي راويكم اللون هنا الدرجات هذي أنا ما يعني ما أخليها لأنه قوية حيل قوية طبعا فما أستعملها بصراحة يعني في هالفترة ما أستعملها كانت عندي حمرة همية من توفيس وصلتني و هي المتجات اللي وصلتني من توفيس بس ماكو ضاعة الحمرة ما دريبا راحت فهذه هي الحمر من ناحية الثبات حيث جئت لكم الحمرة هذه الأنواع اللي طلعتها كلها ثابتة بالأكل وبالشرب إذا طبقتوا الطريقة اللي شرحت عنها وأثبت حمرة هي هذه الحمرة من جولد الروز كل شيء أنصحكم بيا إذا شفتوها أخذوها آخر شيء بقت عندي هذه الحمر بنات هذا اللي همية وصلني ببوكس فلور مار فتحت البوكس ما لاتهم هاي لب جلوس هذي ما استعملتها وما فتحتها هذه الحمرة همية أنا وصلتني أصلا وصلتني من خارج العراق يعني ما اشتريتها من نانا هذه من تريند أب ماركة اسمها تريند أب الحمرة هذه ما راح أسويكم سواش عليها لأنه هي تلاحظون أنه هي بيها لمع بها كريستال ذرات كريستال كل شيء حلوية مع المناسبات آني هذه الحمرة ما مستعملتها ولا مرة بس اللي صار شنو أنه آني فكرت أنه أخلي هذه المنتجات مع الهدية اللي راح تفعل الهدية اللي راح تفوز بيها المتسابقة لأنه آني عندي هنانا مسابقة للقناة متما تعرفون وطبعا أدعوكم للاشتراك بمسابقة القناة راح أترك الفيديو مالتها بالآي كارد أو بصندوق الوصف حتى تشوفونه وتعرفون على الشروط بس الفكرة أنا قلت أنه أخذ رأيكم إذا حبيت أنه أخلي حمر بالهدية أو أنه آني أشيلها من الهدية على اعتبار أنه إحنا دنمر بظروف معروفة للجميع يعني على مودي الفيروس آني الحمر هذاني ما استعملتهم أبدا بس أنا حبيت اليوم أخذ رأيكم بهذا الموضوع إذا تحبون أنه أخلي الحمر بالهدية الحمر كلش حلوة يعني ما جربتها أصلا يعني أو أنه تحبون أنه الهدية ما تكون بها هذه الحمر طبعا راح يكون بالهدية أكو مكياج وأكو عناية بشرة فإن شاء الله تعجبكم شكرا أقول اشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات إذا أعجبكم من الريفيو عملوا لايك تابعوني على موقع التواصل الظاهر على الشاشة وليتقوا رابطة في صندوق الوصف لا تنسوا المشاركة بمسابقة القناة تحياتي لكم وشكرا